الحلو ما بيكملش صابت زيزو وخروجه من المباراة وبحسب طبيب الفريق دكتور محمد أسامة قال إنه اللعب مصاب بالتواء في الكاحل دكتور محمد أسامة طم أنا جماهير نادي الزمالك وقال إنه غالبا زيزو سيلحق بمباراة الأهلي في نهاية كأس مصر زيزو من زمان من ساعتين ربنا يا رب يحميه ويشفيه ويعفيه ربنا يا رب يحميه اللي هقوله دوت عشان بس بتقولش الإلحق كريم بيحسده بقاله أعتقد حوالي ثلاث سنين ما تغيبش عن الزمالك بسبب إصابة فإنه يصاب قبل مباراة مهمة زي مباراة الأهلي كيت حاجة صدمة جدا لجماهير نادي الزمالك ولكن دكتور محمد أسامة طمئن تاني جماهير نادي الزمالك إنه غالبا زيزو هيلحق بيه المباراة ما بحثتش إن شاء الله رب يحميه على تولزه من أهم اللعيبة اللي جات في مصر خلال السنوات الخمسة الأخيرة أحمي اللعيبة الممازجة جدا ربنا دايما يحميه يا رب يعني نهاردك أمين